هذا الكتاب الصادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كردستان والذي يقع في 200 صفحة بما وبشكل تفصيلي جميع الانتهاكات والتجاوزات التي تعرضت لها شرائح مختلفة بلا أسس قانونية داخل الإقليم من صحفينا وسجناء وممارسات عنف ضد النساء خلال عام 2016 يقول رئيس الهيئة أنها كانت كبيرة وصارخة رفعت لجهات العليا لاتخاذ إجراءات بصددها تقرير ليس حقدا بعملهم وليس نقصا بعملهم في كل الدول العالم هناك نواقص لا تخلو أي دولة من النواقص والانتهاكات وصلت الفكرة بأن الهيئة ترفع تقريرها من أجل إيجاد الحلول لأننا من نرفع التقرير في نهاية التقرير أدنى التوصيات بين ثنايا التقرير تحذير واضح من خطر داهم وهو زيادة حجم الإدمان على المخدرات والاتجاربها من قبل شرائحة سحقتها الظروف الاقتصادية وكان لذلك أثره في زيادة حجم الاتهاكات وتعريض المواطنين للأخطار حسب التقارير الموجودة بتقاريرها والحالات التي نرىها في أصلاحها والسجون هناك حالة تزايد بهذا الموضوع بعض منهم مرتبط بضبط الحدود بعض آخر مرتبط بالوضع الاقتصادي ويربط مراقبون الوضع السياسي المتازم والخلافات التي تعصف بين القوى السياسية الكردية بزيادة حجم الانتهاكات التي رصدتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الخلافات السياسية الموجودة في داخل أقليم كردستان هي التي أخرت الكثير من هذه المسائل والكثير من هذه الأشياء مما جعلنا اليوم نحصد للأسف كل هذه السلبيات الموجودة في داخل مجتمع الكردستاني كان عام 2016 مدخما بالانتهاكات الصارخة بحق شرائح مختلفة في كردستان بحسب ما جاء في تقرير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان من أربيل يوسف المندلاوي الحرة